في مدينة سنتيتيان دوغوفغي حيث أقع الهجوم الإرهابي على الكنيسة رسم معارف واحد المهجمين عاد الكرميش صورا متناقض عنه يقول بعض الشباب هنا أنه كان هادئا ودودا وكغيره من أقرانه كان يحب اللهو والموضة كان يرتدي ملابسه على الطراز الأمريكي وكان من المهتمين بالموضة ثم ذهب إلى طريق خطر أراد أن يكون محور الاهتمام في حين يؤكد آخرون أنه كان متطرفا يحلم بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية في سوريا قال لنا أنه كان يود الذهاب إلى سوريا للقتال من أجل إخواننا وكان يقول إننا لا يجب أن نعيش هنا في فرنسا لم نهتم لما كان يقوله وطالبناه بالتوقف عن التفكير بهذا الشكل المعلومات الأولية التي أفاد بها المدعي العام كشفت أمورا أخرى أعاد الكرميش من مواليد الخامس والعشرين من مارس عام 1997 في مقاطعة سان مغيتيم حاول مرتين السفر إلى سوريا الشاب الذي كان لجزل قصرا عند محاولته الأولى لتوجه إلى سوريا تم اعتقله في محطة العبور بألمانيا أما خلال المحاولة الثانية فقد كان راشدا حيث اتجه إلى سويسرا ثم تركيا وهناك تم توقيفه لإسلم لفرنسا اعتقل في فرنسا من مايو عام 2015 حتى مارس من هذا العام أطلقت السلطات صراحة لكنها فرضت عليها ارتداء سوار تعقب إلكتروني لمعرفة الأماكن التي يتردد عليها وسمحت له بمغادرة منزله لبضع ساعات فقط في اليوم تضيف صحيفة ديلي ميل أنه تطرف بسرعة وكان على صلة وثيقة بأحد عناصر داعش في سوريا وهو الفرنسي ماكسيم أوشاغ الصحيفة نشرت أيضا صورا لمن تقول إنه عاد الكرميش حين كان يبلغ 13 عاما مرتديا قبعة عليها عالم الجزائر صار بن عشوبة العربية